في الوقت الذي تجري فيه الأمم المتحدة الترتيبات النهائية لعقد مؤتمر جينيف اثنان المقرر لحل الأزمة اليمنية تشتد ضراوة المعارك في عدة محافظات منها إب وضالع ومأرب بين ميليشيات الحوثي وصالح من جهة والقوات الموالية للرئيس هادي من جهة أخرى معارك تزداد وطيرتها مع قرب انطلاق المباحثات في محاولة من الحوثيين لتحقيق انتصارات ومكاسب على الأرض قبل الالتزام بأي شروط تضعهم في خانة مخترق الهدنة ولم يتبقى إلى ساعات قليلة تفصلنا عن بدء سريان الهدنة منتصف الليلة القادمة خلافات عديدة تلقي بظلالها على مباحثات جينيف فعندما أكدت الحكومة الشرعية برئاسة هادي ضرورة الاستناد إلى القرار الأممي رقم 2216 كمرجعية أساسية للحوار أعلن الناطق باسم الحوثيين عن تمسكهم بالنقاط السابع التي اقترحها سابقا في مسقد ورفضتها الحكومة الشرعية بالإضافة إلى معارضة ميليشيا الحوثي لتسليم السلاح والانسحاب من المدن كما جاء في نص القرار وهو الأمر الذي يثير العديد من المخاوف حول عدم التزام الحوثيين بالهدنة واعتمادهم على أساليب المراوغة وكسب المزيد من الوقت لإفشالهم للمباحثات في ضوء خروقاتهم السابقة وتخيم بذلك الخلافات مجددا بين جميع الأطراف وعلى وقع المعطيات هذه يأمل اليمنيون أن تؤدي هدنة وقف إطلاق النار إلى إنهاء الصراع الدائري في البلاد فيما يحذر مراقبون من اختراق جديد سيطرح تساؤلات حول مدى تأثير اختراق الهدنة على عملية سير المفاوضات في جينيف اشتركوا في القناة